اشتركوا في القناة الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حده الله إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابير الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة وأصحاب السمو كبار أفراد أسرة الصباح الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي عبدالله السالم المبارك الصباح سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وإسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة آل صباح الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء جاء ذلك خلال الزيرة التي قام بها سموه اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة يرافقه سمو الشخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خالد بن محمد آل خليفة مدير عام مجلس العائلة المالكة وسعادت السيد صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت هذا وكان في استقبال سموه لدى وصوله دولة الكويت الشقيقة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري